تقسيمات كثيرة شفناها بالاستطلاع مشاهدينا ما بين كتار ركزوا على الوضع الاقتصادي أشخاص ركزوا على وضع التعليم وناس حكيت ما بين مؤيد ومعارض أيضاً في كل ركز على موضوع أنه الأهم الكل يكون عايش بأمان يضل برأيك لأي درجة صار فعلاً في تقسيمات اجتماعية جديدة نحن صرنا نروح لهذا التقسيمات ومنصنف الناس على أساسها هلا بهذا الفترة تشعوبات كثيرة طبيعي بأي أزمة الأزمة عملياً شو هي عبارة عن مشكلة فيها جزئيات هاي جزئيات أفرزت هاي الثقافة ما الطبيعي يعني أنت يتشتغر بشيء أم بيصير في حرب أو في مشكلة على صعيد البيت الواحد بينقسم إذا صارت مشكلة بين معها وضدها فكيف بالك بأطياف كبيرة بمجتمع شرائح مختلفة مجتوات واعي شرائح اقتصادية مختلفة متفوتة من الطبيعي يصير هالفرز هذا ولكن هنا متفقين كلنا على شغلي واحد لأنه في فرز بيبين في موضوع أن الطبقة الوسطى أخذ في الانحساس خلصت يعني داخلية يعني خلص يا هيك يا هيك تمام حتى في فينا نقول أنه في ناس قدروا يكونوا طبقة يعني أو على الخط الوسط ما بين حتى آآ قدروا يحافظوا على علاقاتهم وتواصلهم حتى مع الأشخاص هلا أهم شيء أنك تكون متوازن متوازن في العقل وفي الحكمة وفي اتخاذ القرارة لأنه إذا بدك ترد يسمع من هون يسمع من هون يعني بتعرف الناس يعني الكلمة هلا بقولك ياها بتقلي ايه بعد شو بتقلي لا فلا خليني يكون كثير راجع العقل أكيد هذا التخبص بالآراء وبعض الأحيان حتى بتفكرنا أو تصنيفنا المخيف أن التشظي بالمجتمع وبأوضاع الناس يؤدي إلى أنواع أخرى من التقسيم مقدمات التقسيم الجغرافي هي بشكل أو بآخر تقسيمات اجتماعية واقتصادية وفكرية لهذا لا يجوز أن نساعد الآخرين على إقامة هذه الحواجز النفسية فيما بيننا وكثير من ظنوننا خابت بالمجتمع السوري برأي الكاتب لكن بيقين وأمل أن يكون المجتمع أكثر قدرة على التشافي من هذه الجروح العميقة وأي لغة لا تساعد على الشفاء هي لغة عدو مع ترجيح سوء النية على حسنها لهذا السبب خلونا نكون مركزين أكثر على أن ندور على القصص يلي بتجمعنا على الأمور يلي بتخلينا أكثر نتذكر نقاط اجتماعنا عليها أقلها أنه نحن ندرس على نفس المقعد بنفس المناهج بنفس الكتب ومنخضع على نفس الامتحانات لنفس الأسئلة لنفس المفاضلة الجامعية ندرس بنفس الجامعات خلونا ندور على نقاط مشتركة على أصل جماعتنا حتى مع أصدقاء يمكن فرقتنا عنهم ظروف الحرب أو حتى ظروف سياسية خلونا نفكر أديش اجتمعنا بأشياء أديش هي نقاط ممكن نرجع نجتمع لعندها وننطلق منها لحتى يبقى الوطن يلي انطلقنا منه بأول كلامنا هو الأسمى وأنه يكون معافة هو الهدف المشترك بينتنا جميعا هلأ صار مشاهدينا وقت نروح لصراع من نوع آخر بحكاية لقتتنا بعد هذا الفاصل بعد أحداث رجل من حديد آيرومان يسافر باتمان لمتروبوليس لمواجهة سوبرمان خوفا مما قد يحدث لو بقيت أفعال الأخير دون رادع وبعدين بيختطف لاك سلوثر حبيبة سوبرمان لويس لاين ولما ذهب سوبرمان لإنقاذ حبيبته بيكتشف أنه لاك سلوثر اختطف أيضا مارثة والدة سوبرمان وأنه ما رح يسترجع إلا لما سوبرمان يأتي له برئيس باتمان بخلال ساعة هلأ سوبرمان راح لحتى يقتل باتمان وفي خلال عراق طويل يطلق باتمان قذائف كريبتونية بيكون لنا أخضر على سوبرمان وقبل أن يقتل باتمان سوبرمان برمح من الكريبتون يكتشف أن والدة سوبرمان في خطر وهي مارثة وهو نفس اسم والدة باتمان بنفس الوقت يقوم لاك سلوثر بصنع وحش جديد من خلايا جنرال زود اللي هو بيكون عدو سوبرمان يلي أضع عليه سوبرمان بأحداث فيلم رجل من حديد فبيذهب باتمان لينقذ والدة سوبرمان وبيذهب سوبرمان للقضاء على الوحش ولكن من دون جدوى وهون بينضم لألوة باتمان المرأة المعجزة يلي هي كانت ثالث الأبطال مثل ما شفنا اجتمعوا باتمان وسوبرمان العدوين يلي بيكونوا بهذا الفيلم فقط من خلال الاسم مارثة يلي هو بيكون اسم مشترك لوالدة كل منهم شافوا شي بيجمعون لحتى يهاجموا العدو خلونا نشوف أهم مشاهد الفيلم ونرجع نكمل حديثنا عنه اليوم هنقول المرحلة الابتدائية هاي السياح الكوميكس فغصصه كلها تقريبا يعني انتقلت هي ايكاة النقل النوعية انتقلت من الرسوم مصورة لا في السينما إلى بالزبط وتحديدا بهذا الفيلم بيكون فيه امور جديدة بالنسبة لباتمان وسوبرمان وبيتم ادخال المواضيع العلمية فيها يعني على ما يبدو لحتى تظل محافظة هيدا سلسلة او الشخصيات دوما لازم يتم البحث عن امور تضاف لهالافلام منها الامور العلمية الامور الطبية والتحديات الاخرى تمام واللي ابتكروا الشخصيات يمكن ببدايتها او بالسلسلة اول من قرن إلى التساطاش يعني ما كان عندهم حتى همنا كتبوا بكم وذكراتهم انه ما كان متوقعين انه هالالالالاج عفكرة سوبرمان تحول حتى الرمز شعبي. تماما. حتى بالتحمل. اي كلمة. اي حتى سوبرمان حتى ازا كان بيتحمل. ازا كان زنجيل. حتى بالحب صار في سوبرمان. اه. 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 عموما كل شخص يعيش على هذي الارض بسوريا هو سوبرمان او سوبرومان. اه. اه قد لأجماع نقضي لهذا الفيلم يقول باتمان ضد سوبرمان تحديدا يخلق او تحديدا هادا هادا الجزء اللي هو فجر العدالة يخلق قصة قوية محتملة وبعض من ابطال امريكا الخارقين الاكثر شهرة بزوبعة قائمة على الاكشن. حقق الفيلم عدة ارقام قياسية بشباك التذاكر. وحصل على اكبر افتتاحية لنهاية الاسبوع لأفلام من قبل الصيف وحتم أيضا الرقم القياسي لأكبر على أنه تستحوذ على اهتمام الناس لكثير من الأفلام يلي ظهرت لسوبرمان ولا باتمان ولكن الجديد بكل فيلم منا بيخلي الناس تكون بأكثر شوق لحتى تتابع هالأفلام ومثل ما أنه كان في عدوه جديد اتحد وأمامه سوبرمان وباتمان ودوما بيكون في قصص عاطفية بالأفلام موقصص بتحرك المشاعر اختطاف حبيبة سوبرمان أو حتى اختطاف والده يلي كان اسمه هو نفس اسم والدة باتمان وهون مثل ما أنه توحده بسبب هذا الاسم خلونا نذكر نحن أيضا قديش في قصص فينا نتوحد فيها ونشترك فيها لحتى نواجه العدو الأكبر خلونا نرجع نتذكر قديش في قصص بتجمعنا مشاهدينا صار وقت نروح لمجموعة أخبار جديدة بصفحات رصد لأي درجة ممكن الشخص بموقف من المواقف ممكن يخسر الكتير أو شعبية ممكن يتلقى نقد بتصرف ممكن يكون خارج حتى عن وعيه بهذا الموضوع يعني شفنا قديش اللحظة نضال يا فعلا مزعجة يعني ضرب القطة بطابة طبعا فكرت بكمل على باتمان فكرت طابع لألفين هي فعلا مثل ما قالوا حلت اللعنا علي يعني هو خسر بثلاث مجموعات لأي درجة هذا النوع من الأخبار ممكن يكون حتى يعني موسيق بالنسبة للعب نفسه هلأ بغض النظر عن الموضوع أنا يعني عبارة بتخيل انو في ناس بتحول بحر لبصة يعني لبصة هي يعني لبصة هي يعني ماانيش اذا يعني بنلدمسه لعزر بزرف الموضوع يعني وخفا بكتير من الأوقات منشوف دخول القطة للملاعب يعني هادا الذي يقيل عنه الفضول قطة للقطة تماما لكتير من الملاعب نشوف الأحداث دخول القطة للملاعب طبعا عروفة مثلا بتكون بالبيت اه بتدور على الشفارة على شي شغلية اما فاتي عملها عفينيس يعني في حتى ملاعب كرة القدم كرة السلة نشوف كتير من القطة سواء اللي بيسأل هادا المكان انا بشك انو احانا بيكون في شيء علاقة بالترويج ببعض الأحيان لنوع من المباليات يبدو 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 انا صرت مقتنع لانو وجودة غريبة يعني هي دايما القطة معروفة يعني حتى الكلاب يعني مع انو في كلاب كتير كان جعاري بالشوارع بس الكلاب هي القطة مركز استيطاني اساسي بالبيوت يعني زدتيا وين ما كان بترجع البيت وين ما بحطيها الا هون كان هذا الدور يلي هو نعكس سلبا على هذا اللعب اي فاتع ملعب التنس يعني مو نتعب بين الجمهور مسلا اه دخلت للملعب وفورا بتاخد كل الاضواء يعني كل الكاميرات بتكون مسلطة على اي اه خطوة او اي اشي بيتعلق او تصرف من هالقطة لحتى يكون منتشر فورا على كل مواقع التواصل الاجتماعي يعني انا اتخيل انو في كتير عالم تتمنوا ان يكون هن المحل الله يا زي القطة. ليه مش عاني اخدو كل هالشهرة? معروف دائما الاضواء اه اي ان كانت مصدرة واي كانت نتيجتها ففي ناس ما بتاع رشتي احيانا في في مواقف اه مخزي لكن تتحول صاحبة لنجي او صاحبة لنجي. لا نجوم بالتأكيد ده مشاهدينا صار وقت نروح لفاصل وبعض منتابع ما تبقى من صفحات عددنا لليوم. صباح كن محبة مشاهدين اهلا تعلم صباحة بيحتاج لتمارين دورية لكن محاربة من اجل البقاء على قيد الحياة ممكن تخلي اي شخص صباح ماهر بلاحظة. صحيفة دليمي البريطانية نشرت فيديو مدته دقيقتان لطفلة صغيرة كانت عم تحاول الامساك بحذاء يطفو امامها بحوض الصباحة بينما كانت سيدة امريكية تلوح امامها بالحذاء وكانت وتطلب منها اللحاق والامساك به. هلا لما خطت الطفلة اول خطوة بتجاه هذا الحذاء سقطت في الماء وكادت تغرق لبضع ثوانز قبل ان تبدأ بتحريك ذراعيها وساقيها في محاولة لابقاء وجهها فوق الماء. نجحت بالفعل بهذا الشي لحتى تصبح بشكل فطري وتحافظ على حياته. استمر الامر عشرين ثانية قبل ما تدخل السيدة اخيرا وتنتشر الطفلة لخارج الماء. هل الفيديو اثار جدا كبير بمواقع التواصل اجتماعي حيث بدى الفيديو مقلقا للكثيرين عندما رأوا ان عائلة الطفلة لا تحرك ساكنا اذا ما يجري ما جعل البعض يرى ان طريقة هذه العائلة في تعليم طفلتها للسباحة هي طريقة قاسية ومريبة في مرأة اخرون ان تعلم الاطفال للسباحة بسن مبكرة امر ضروري. دعونا نشوف هذا الفيديو واكيد فيكم تحكموا عليه وانتابع سواه. اشتركوا في القناة